البطولة وتأكيداً لهذه العلاقة الوضع بتاع بنادي الأهل ده يقودنا إلى إيه قواته اللي عمالين تنتقده بتنتقده إيه الحقيقة إن كنت فكرت إن إحنا لازم نرد على كل الكلام اللي تقال من منتقدي وجدت إن ده نوع من الحرس في الماء اللي بينتقدك ما عندوش أي قدر من الإسناد إلى الواقع واخد بالك أنت عايش في واقع وعيش في واه أنت في فقاعة صحية وفي فقاعة الأوائم اللي مش عايز يخرج منها فيقعد يصور نفسه أنا لو كنت موجود كنت عملت يا سيدي أهل وسائل لو كنت موجود بس ستة مش موجود أنت الأول خليت موحك إنك تكون موجود بعدين نتكلم لو كنت موجود هتعمل ايه وبعدين قدامك يعني ست مرات عشان تحصل النادي الآلي وتبتدي تتفوق عليه هذا هو الواقع الواهمي بقى أنك أنت تقول أنا عطريس أنا عطريس ده يوصلك إلى حالة مش طبيعية منت ليه يعني أنت حور بس النادي شايفك عطريس ده المهم إنما أنت بتخطب مين هل الحوار ما أنت بينك وبين نفسك ولا بتخطب العالم اللي عمالين نقولك بيقول وبيقول 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 على الأهل أنت لن تنال من نادي الأهلي والله أنت جبت حاجة مهمة فكرتني بحاجة بقى يعني أنتوا خدتوا بالكو الفيفا بيقول إيه على أداء الأهلي أداء بطولي لزملاء الشناوي طب الاتحاد الأفريقي شكرا لعيب الأهلي جعلتمونا فخورين بأننا إحنا أفرق ده الاتحاد الدولي وده الاتحاد الأفريقي لما الاتحاد المصري لكرة القدم يشعر بالتقدير لأداء النادي الأهلي وحسن تمثيله للكرة الأفريقية ومن ثم المصرية فيبعت النادي للاتحاد الأفريقي المهندس أحمد مجاهد مزكرة أو بيان تهنئة وإشادة بأداء النادي الأهلي حاد المصري أحمد حاد المصري كرة القدم يبعت إشادة وبيان تهنئة للنادي الأهلي أنه بيعبر عن تقديره وشكره للعب النادي الأهلي وجهازهم الفني على الأداء المشرف والصورة الطيبة التي ظهر عليها الفريق في بطولة كأس العالم كأس العالم ألاقي نجم كرة كبير زي أحمد حسان ميدو بنقدر رأيه وبنهتم بما يصدر عنه يقوم كاتب اللي أنا هقوله لك على صفحته أول مرة في حياتي أرى بيان تهنئة من اتحاد كرة لفريق خسر في بطولة أي عقل يقول أن اتحاد الكرة يصدر بيان تهنئة للنادي الأهلي عقب الهزيمة من بايرن ميونيخ أنتو رجعتونا 30 سنة الوراء ده ساعة ما كانوا هم في كاسب العالم يعني ما هو أشوف هنعتبره يعني أن الراجل يتطلع إلى تطور غير موجود دي فقعة الواهل هو أنت هل أنت يا كابتن ميدو أنت نفسك قلتك صعب أنت نفسك و أنت بتقيم أن ما ينفعش أن نقول أن الأهلي ولا باير يكسب لكن إذا كسب الأهلي هتبقى مفاجأة المفاجآت وهل هو مطلوب أن نعتمد على مفاجأة المفاجآت ولا الطبيعي عندما يحدث هذا نشوف حجم الخسارة المتوقعة خلص لأن أنا هجهز لك فيديو أحمد حسين ميدو نفسه بقى بعضمة لسانه وهو بيتكلم مبارح على هذا الأداء الرجولي من النادي الأهلي هل لما أحمد حسين ميدو يقول ده مبارح و يشيد هو كان بخطب الجمهور لكن هي حلال على ميدو حرام على مجاهد يعني حلال ميدو أنه ياخد البنت و يشيد بالأداء و يشكر لعبة الأهلي و حرام على اتحاد الكرة و أحمد مجاهد أنه من يشكره الأهلي كمل عشان هنعرض فيديو ميدو لا بس قبل ما تقول كده أنا بس عايز أرجع تاني للحاجة اللي الناس كلها مش عايزة ترجع لها لماذا تمارس الرياضة أيوة يا جماعة و قلنا مئة مرة أنا الرياضة أنت مش بتنتصر على المنافس أنت بتنتصر على نفسك على نوع الضعفك على غلك على انهيارك لما تخسر على غرورك لما تكسب على انكسارك و إحباطك و عدم قدرتك على بذل الجهد والشعار اللي يقول لك المهم المشاركة المهم بذل غاية الجهد غاية الجهد دي في حد ذاتها هو الهدف من الرياضة يا جماعة فلما ييجي اتحاد كرة يرى أن النادي الأهلي عمل غاية الجهد و يقول له أهو كده برافو عليك دي يتزعلك يا كابتن ميدو أنت رجل احترفت و شفت و عرفت يعني إيه فوارق بدنية و فنية و عرفت يعني إيه إنك انت طم ما احنا للمتخب لما راح لعب قبل كده أنا عايز أسأل سؤال يعني إحنا النهار ده باير ميونخ ده مش يعتبر لأنه في المتخب الألماني هو خمسة منه في كاسة في تشكيل المثالية الكاسة للعالم طب في المتخب الألماني هيتلو تسعين في المئة من من باير ميونخ ها طيب في نادي مصر يقدر يلعب المتخب الألماني يعني عايز أسأل سؤال ويتوقع إذا ما فسي يعني أو إذا خسر واحد أو اثنين إنه ما يتسقفلوش بزالت جهدك هو ده عملت إيه انكسرت احبض بزالت جهدك جالك جون مبكر عمل فيك إيه غير شخصيتك قال أنت أحسنت إنك أنت يتقلك برابو على روحك العالية وبرابو على أدائك وبرابو المنافس قال كده والمحايدين قالوا كده وعايزين نسمع ميدو وهو بيقول كده وإنت قلت كده بس رجعت يعني حد أكلمك أو غيرت رأيك ليه معرفة طيب نشوف أحمد حسين ميدو في قناة النهار في برنامجه إزاي شاف أداء الأهل يا جماعة في البطولة إزاي شاف أداء الأهل في هذه المباراة وإزاي شاف أن العالم كله كان منتظر إيه من لعبتي النادي الأهل هل لعبتي النادي الأهل ظهروا هو اللي يخلي اتحاد الكورى المسؤول عنهم واللي هم مواثلين له ومن ثم بالاتحاد الأفريقي يشيد بيه كمان هو أنت عايز الاتحاد الكورى يتجاهل هذه المباراة ولا يعالق عليها في حين يقارب نفسه إشادة الاتحاد الأفريقي وإشادة الاتحاد الدولي يطلع هو يقول إيه بقى عايز يقول إيه أو يعتجاهل لا ده غلط أنه أشاد بالأهل نشوف أحمد حسان ميد النهاردة الأهل بيخسر 2-0 من باير مينخ في ماتش السيمي فاينال لكاس العالم للأنديا والحقيقة في ماتش ما نقدرش نقول إلا أنه نتيجة كويسة نتيجة يعني لأول مرة ممكن بيكون فريق مغلوب وتقول النتيجة كويسة طبعا مقارنة بحاجات كتير أو نظرا للحاجات كتير نظرا للفرق الفني الكبير ما بين الفريقين نظرا لأن دي الفرق باير مينخ فرقة في الموسم الماضي تعتبر اكتسحة كل الفرق الكبيرة يعني كل الفرق خدت سكر خدت سكر سكر منها فالنتيجة تعتبر بالنسبة لجمهور الأهلي وبالنسبة لأي حد بتعكورها لما حد يبص على النتيجة أن باير مينخ كسب الأهلي تنصف يعني نتيجة كويس على مستوى القتال والروح لعبة الاهل قتله ولعبه بروح عالية جدا وده متوقع طبعا كل العالم بتفرج على المباراة اللعيبة وهي دي من ثلاثة وهي دي عقلية اللعيبة اللي موجودة في الاهل ان هم بيقتله فلعبه مباراة من ناحية الروح مباراة جيدة جدا كل اللعيبة بالقاتل كل اللعيبة بتنوت نفسها كل اللعيبة في الكورة المشتركة رجالة كل اللعيبة في الكورة التانية رد فعلهم جيد جدا ده بالنسبة لمطش الأهلي وبير من النسبة للنتيجة وبالنسبة للمنتاليتي أو العقلية والروح والرجولة اللي جمهور الأهلي مستنيها من اللعيبة ومن الفرقة طيب يعني شفنا ميدو نفسه قالك لكن لو هنيجع على مستوى الأداء وعلى مستوى الصمود وعلى مستوى التنظيم لعبت النادي الأهلي قدت أداء رائع جدا العالم كله كان منتظر إيه غير كده في التأكيد والاعتراف بالفوارق الطبيعية بين الكورة الأفريقية والكورة الأوروبية اللي ميدو لعب فيها كتير وعارف مستوياتها وقال كتير إن عندنا صعوبة كتيرة وحتى محمد صلاح الناس انتقادتوا لما تكلموا على المنتاليتي وعلى السكولز الناس فكرتوا إنه هو بيقلل من وضعنا أو بيقلل من مستوى الكورة المصرية لا هو كان بيتكلم على المستوى اللي وصلت للكورة الأوروبية اللي احنا نفسينا إن الكورة المصرية والكورة الأفريقية تتطور في كل مراحلها لهذا المستوى غير كده نحن بنحاول ونحاول نكتسب خبرات بس محدش يكون فاكر أو فاهم إنه في لحظة واحدة أو في مراهة واحدة هنختصر الفوارق دي لا والله المباراة دي بالذات فتحت عينينا وعينينا المسؤولين ضروري على حاجات كتير لازم تتعمل بقى طيب هتتكلم على الأهلي بلاش لأحمد مجاهد الراجل ولا للاتحاد الأفريقي ولا للاتحاد المصري ولا للاتحاد الدولي كارل هانز رومانيجا قلتلكم أسطورة بايرن ميونغ وأحد الأساطير الكبيرة جدا في تاريخ الكورة الألمانية كان